فدت صحيفة الفاينانشل تايمز بأن المحكمة العلية البريطانية تجري مراجعة قضائية بشأن ما إذا كان نجل العاهل البحريني الأمير ناصر بن حمد آل خليفة يتمتع بحصانة تعفيه من المحاكمة والتحقيق بعد الدعوة التي أقامها ضده أحد ضحايا تعذيب لاتهامه إياه بارتكاب جرائم تعذيب في البحرين وأضفت الصحيفة أن سفارة البحرينية في لندن رفضت التعليق على القضية واكتفت بالقول إن المملكة البحرينية غير معنية بالقضية وأن هذه الادعاءات كاذبة وذات دوافع سياسية التقرير لمرسلنا موسى سرور في لندن نجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة متهم بارتكاب جرائم تعذيب أمام المحكمة العلية البريطانية الاتهام جاء بعد معركة قضائية بقيت مداولاتها سرية منذ العام 2012 حفاظا على أسرة الضحية ورغبة من ضمام المدة عليه إلى القضية المعركة القضائية بدأت إثر رفض النيابة العامة الملكية اعتقال الأمير ناصر بن حمد أثناء مشاركته في دورة لندن للألعاب الأولمبية بسبب تمتعه بالحصانة الدبلوماسية المحكمة قررت قبول الدعوة ورفع السريات عن هوية المتهم ناصر بن حمد فضلا عن السماح للصحافة بتغطية القضية خطوة إعلان القضاء البريطاني عن اسم المتهم جاءت بعد رفض البحرين الخضوع لاختصاص المحاكم البريطانية فضلا عن امتناع الأمير ناصر بن حمد الخليفة عن التقدم بطلب إلى المحكمة للإبقاء على سرية الدعوة إذا جاء يمشتبه بارتكاب جرائم تعذيب إلى بريطانيا يمكن للشرطة البريطانية بحسب القانون أن تجري تحقيقا وإذا تبين أن هناك أي أدلة كافية يمكن محاكمته أمام المحاكم البريطانية بغض النظر أين ارتكبت الجريمة صحيفة الجارديون نشرت في العام 2012 تقريرا تحدثت فيه عن اتهامات بتورط الأمير ناصر بن حمد شخصيا بالتعذيب من خلال الضرب والركل والجلد لمعاردين بحرانيين كما استندت إلى وثائق اطلعت عليها الصحيفة كانت قدمت إلى ديفيد كاميرون وويليام هيج توثق كيف أن الشيخ قام بنفسه بحملة قمعية ضد الرياضيين المتعاطفين مع الحرك البحراني القضاء البريطاني سيزدر قراره النهائي حول مسألة رفع الحصانة عن نجل العاهل البحراني بحلول العام الحالي لكن حتى ذلك الحين يبقى الأمير ناصر بن حمد الخليفة بريئا في نظر العدالة البريطانية حتى تثبت إدانته مستسروا لندن الميادين